في معلومات شديدة الأهمية وأنا زي ما كنت برضو بتكلم حالاً أو من شوية مع زميلاتي من حوالي نص ساعة أو أكتر شوية على أهمية إنه الناس تعرف إيه اللي حصل في سينة افتح يا سمسم، افتح يا زيمة، فعلوا بقى نشوف عندنا إيه بصوا يا جماعة، زي ما أقول لكم كده هو العنوان بتاعه أرض الفيروس، تجني تمار، تنفيذ استراتيجيات الأمن والتنمية خلال عشر سنين التقرير أو المركز الإعلامي وصف التقرير بطفرة غير مسبوقة ومشروعات عملاقة على سينة ومدن القناة البعض لازم هيتساءل ويقول لك ومين اللي يقول أنها طفرة ومشروعات عملاقة وأنها غير مسبوقة أقول لك اللي يقول الكلام ده هو الحقيقة والأرقام يعني إيه الحقيقة والأرقام يا جماعة؟ يعني أي حد زي حالاتي أو زي يمكن كتير من حضراتكم راح لسينة قبل 2011 إذا كان في حد كان بيروح شمال سينة مثلا فأنا كنت دائما ذهاب لمحافظة شمال سينة وتحديدا مدينة العريش بروح مع أسرتي أمي وأختي وكده أنا صغير وبروح لصديق عمري محمد أحمد يوسر البولك مهندس محمد أحمد يوسر البولك كنت راح نقعد عندهم في البيت يعني كانت شلية المدرسة كلها برشبتات على البولك طول الوقت أتمنى يكون شايفي المهم يعني سينة قيت حاجة تانية خالص غير اللي موجودة دلوقتي اللي أظن نحنا كنا هناك يعني كنا مجموعة من الزملاء الأعزاء مع الشركة المتحدة وروحنا شوفنا عشان كنا راحين على المعبر بس طبعا شوفنا العريش شمال سينة الشيخ زويد وما إلا ذلك المسألة اختلفت تماما أنا مش بكلمك على القضاء على الإرهاب بس أنا بكلمك على التعمير عندما امتدت يد العمران هنا لازم تسأل وليه امتدت يد العمران دلوقتي ليه لم تمتد يد العمران تلاتين سنة ليه بمنتهى البساطة والوضوح والجلاء وبتبسيط غير مخل بالمعنى عشان ما كانش فيه أي إرادة قبل كده أنا أجزم ما كانش فيه إرادة ما لا أستطيع الجزم بيه ما لا أستطيع الجزم بيه إنه كان هناك تعمد لترك سينة كده بس لها أستطيع الجزم لأننا من الأبناء الحقيقة والرقم بص الحقيقة بتقول إيه الحقيقة هنا وردة على ألسنة الجماعة الأجانب لأن في ناس تحب تسمع الأجانب زي ما هم بيحبوا كده يستقوى بالأجانب طيب بص يا سيدي مجموعة أكسفورد للأعمال الحكومة البريطانية نفسها في التقل بتاعها ساعة عشرين واربعة وعشرين إيه تانية سيدي أستني لما أشوف لك كده مكتوبة لأنها مش بينا هنا هو على الشاشة آه إليساندرو فوسكاتس الممثل المقيم ببرنامج الأم المتحدة الإنمائي في مصر في عشرين وعشرين وعشرين حلو شركة أجيلتي مورونة وبعدين عندك اتفاقية الأم المتحدة اتفاقية الأم المتحدة الإطارية بشأن تغيير المناخ عشرين وعشرين وعشرين وخدمة أبحاث الكونجرس الأمريكي بيقولوا الناس دول نبدأ بأكسفورد وهم بيقولوا أنه بتعملوا ذات السياحة المصرية على مبادرة سياحية كبيرة تعرف باسم مشروع التجل الأعظم طبعا حراركم عارفين التجل الأعظم لم يحدث على أي بقع من بقع الأرض إلا على شبه جزيرة سيناء وتحديدا على جبل الطور جمهورية مصر العربية فمصر لأول مرة يحصل أنه يبقى فيه إرادة أن أنا أعمل مشروع عملاق للتجل الأعظم ده المكان الوحيد اللي ربنا سبحانه وتعالى عز وجل من فوق عرشه العظيم الذي استوى عليه فرب العز سبحانه يتجلى على الأرض مرة واحدة في حتة واحدة عندنا في مصر إزاي محدش يفكر يعمل مشروع سياحي عملاق متعلق بالمنطقة دي دي منطقة حجيج ده دي اللي رب العزة وصفها في القرآن الكريم مباشرة يا موسى اخلعنا عليك إنك بالوادي المقدس طوى الأرض دي اللي يمشي عليها يخلعنا عليه أرض بسمك الوادي المقدس طوى أرض زيها زي دار العبادة لا تدخلها وأنت ترتدي نعل فين؟ مصر بس بس فده اللي بتقول عليه مجموعة أكسفرد للأعمال في عشرين ثلاثة وعشرين وقالوا يا جماعة هذه المبادرة هتهدف لتطوير المواقع في شبه جزيرة سينة الجذب السياحة الروحية طبعا بطبيعة الحال هنا بقى بيتخلالها أكثر فيها للمنطقة وده في إطار الجهود طيب الحكومة البريطانية قالت إيه؟ وخلي بيقى الحكومة البريطانية عادة ما بتتكلمش عننا كلمتين حلوين يعني فده بيبقى من ضمن التجليات لما الحكومة البريطانية تقول عننا كلمتين حلوين عشرين أربعة وعشرين قالوا إيه بقى؟ قالوا مصر بتتخذ تدبير أمنية إضافية لحماية منتجعات شرم الشيخ والغردقة ومرسعالم والمناطق السياحية على البحر الأحمر وبتقوم قوات الأمن بإجراء الفحوصات الأمنية والروتينية على المركبات والمطارات ولم يقوم بانتقاد هذه الإجراءات لأن هذه الإجراءات من شأنها تأمين السائح وتأمين المواطن المصري وتأمين اقتصادي عن طريق هذا الرافد السياحي الهام والعظيم وزي ما حضراتكم عارفين السياحة أسرع رافد يجيب لك فلوس وأكثر الروافد هشاشة طيب تعالى نشوف إحنا إسا عملنا حاجة محمود كفيت إيه؟ تعالى نشوف أنا مقلتش حوله لو سمحتوا الصفحة الأولى تاني تعالى نشوف إليساندرو كان بيقول بيقول إن محطة الألواح الشمسية اللي في مطار شرم الشيخ الدولي شهادة على الالتزام بتعزيز حلول الطاقة المستدامة ويمثل هذا الإنجاز خطوة أخرى نحو تحقيق مستقبل أكثر خضرة لمصر طيب أجيلتي مرونة بيكلموا على المنطقة الاقتصادية وقد إيه إن مصر قدرت إنها تعمل جهد كبير جدا فتصبح لاعب رئيسي ده شركة أجيلتي لاعب رئيسي في الاقتصاد العالمي التقرير بتاع أجيلتي بيكلم على إزاي مصر قدرت تعمل سياسات وخطط مرنة للجاذبية الاستثمارية هنا ممكن أقولك ما عنديش أي مشكلة على الإطلاق في إن إحنا ننقل على الصفحة التانية لأنه هتلاقي الكلام بتاع الكونجرس ما هواش بعيد عن كلام الحكومة البريطانية في شيء الاستثمارات والمقاومات الصناعية الضخمة اللي حصلة في سيناء ألخصها لك ألخصها لك أشنو قاطر بحمود بوص يا سيدي أنا عندي مشروعات تقريبا وصلت ما بين 23 و24 اللي إحنا لسه يدبقى هو في الأسبوع الأخير من شهرها الرابع 58.8 مليار جنيه أنت بتتكلم على عشر أضعاف زيادة الاستثمارات اللي حصلت في سنة 13 و14 يعني أنا في العشر سنين ضعفت استثماراتي في سيناء عشر سنين أمال قبل 13 كان فيه إيه ماشي تعال نشوف المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناية الصغر عامل إزاي بتتكلم على 2.4 مليار قروض تم تقدمها في فبراير 24 بالتحديد ده على سبيل المثال أقفز بيك ونروح على مثلا 5951 مشروع تم تمولهم طب بيوفروا كم فرصة عمل بقى دول بيوفروا حوالي 44 ألف فرصة عمل لحد شهر فبراير 20-24 هل أنا كده خلصت؟ لا أنا لسا عندي قد كده كتير جدا من فرص العمل اللي هنقدر نقدمها جوة سيناء سواء إذا كانت شمال سيناء أو جنوب سيناء طيب أنا عندي فرص استثمارية تقريبا حوالي 377 فرصة استثمارية على الخريطة بتاعتي منذ إنشاء ووضع ملامح هذه الخريطة في سنة 18 طب صناعة عندي 180 فرصة صناعة جهزة عندي ثلاث مراكز لخدمة المستثمرين هناك تقدر تخلص حكتك خلاص مركزية إن أنا لازم أنزل العاصمة علشان أخلص الورقة بتاعي لا مش لازم تنزل العاصمة وإنت هناك هتقدر تخلص الحجاب بتاعتك المشروعات الصناعية الكبرى اللي موجودة هناك هتلاقي بقى فيه اللي بمدقى 2.9 مليار واللي بـ 805 مليون وبـ 727 مليون ونبعمية و3 مليون إحنا بنتكلم على مجمعات صناعية وبنتكلم على إنتاج الرخام وبنتكلم على إنشاء مجمع الرخام في منطقة الجفجافة يعني بنتكلم على زيادة الطاقة الإنتاجية لمصنع أسمنت العريش إحنا بنتكلم على مشروعات كبيرة تشغل الناس وتعمل لي ميزات إضافية للاقتصاد بتاعي تكفيلي السوق المحلي وتفيد بإذن الله ثم نصدر تعالى ناخد اللي بعده صفحة 3 طيب المنطقة الاقتصادية لقناة السويس يا جماعة إحنا اتكلمنا عن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس يعني أقول لك سنة 16 و17 كنا بنتكلم على إيرادات تقريبا حوالي 2.8 مليار حلو؟ طيب أو 22-23 في العام المالي بتاع 22-23 أنا وصلت لـ 6 مليار يعني عملت نسبة زيادة قد إيه عملت 114 و 3.8% ما سلم طيب تعالى نشوف إيرادات قناة السويس بعد افتتاح قناة السويس الجديدة قناة السويس بالحقيقة والأرقام وبالدولار مش هقولك بالمصري إحنا كنا من حقق في 2014 خمسة ونص مليار دولار في 20-23 الحمد لله والشكر لله ما شاء الله 10-13 مليار دولار يعني أنا جالي زيادة نسبة إيرادات قد إيه في قناة السويس بسبب قناة السويس الجديدة 87% من عشر ده عشان عملت قناة السويس الجديدة عشان عملت أعمال تكريك وعمقت قناة السويس الجديدة وقناة السويس التاريخية القديمة عشان أنا قاعد عمال بشتغل طول الوقت علشان أعظم من إيرادات هذا الرافض العظيم 10-13 مليار دولار ما شاء الله طيب مشروعات صناعية بقى أنا بتكلم على إجمالي استثمارات وصلت لـ 7.5 مليار دولار في مجمع البترو كيمويات في العين السخنة أنا بتكلم على 240 مليون دولار في استثمارات مشروع الشركة الوطنية المصرية أنا بتكلم على 6 مليون دولار حجم الاستثمارات بتاعت المرحلة الأولى في مشروع بلاتينوم الهندية بتكلم على 35 مليون جنيه تكلفة استثمارية لمركز ميرسيدس اللوجستي بطاقة انتاجية 12 ألف عربية سنوياً ده بيوفر لي كتير بيوفر لي تقريباً 85 فرصة عمل مباشرة و50 فرصة عمل غير مباشرة ده باستثمارات 35 مليون جنيه بس خش على اللي بعده أنا عايز أقفز على بعض الصفحات بحس أن أنا أنهي هذا التقرير يمكن بسرعة بس علشان إيه بقى تعالي نروح صفحة أربعة مهمة أوي عندي صفحة أربعة دي هقولك ليه أيوة صفحة أربعة جماعة أنا عايزك ليه بقولك مهمة شوف إحنا عملنا مين مصر عملت إيه لولادها في سينة مصر عملت إيه لولادها في سينة عشان لما نيجي نتكلم على المصريين في سينة ونتكلم على إزاي أنا بستفيد مثلاً من إنتاج الجديد في الغازة الطبيعي فلاقي إن أنا عندي زيادة بنسبة 217.8 من 10 قول 218 في المية نسبة زيادات أطوال خطوط الغاز الطبيعي يعني إيه بقى قولي النسبة بالمناسبة هو الرقم قدامكم كانت كام وبقت كام أنا بقولي النسبة عشان تحس بالفرق سهل قوي إن أنا أقولك مثلاً كنا آآ 3000 كيلو ودلوقت إحنا 3226 لأ بص النسبة بقت عاملة إزاي 218 في المية تقريباً زيادة يا جماعة ده دفترة والله العظيم لكن حاصل دفترة طيب 250 في المية زيادة في عدد محطات تموين السيارات بالغاز الطبيعي 331 في المية وثلاثة من عشرة نسبة زيادة المنشآت التجارية اللي تم توصيل الغاز الطبيعي لها انت عارف ده معنى إيه؟ ده معنى من الناس ما كانش وصل لها حاجة يا جماعة يا جماعة ده كانوا كلهم 1056 منشآة وصلنا الغاز لأربعة تلاف خمسمائة وخمسمائة منشآة تجارية تبو تخيل طيب نسبة زيادة الوحدات السكنية اللي وصلنا لها غاز طبيعي 68 في المية لأنه مشروعات انتاج الغاز الغاز والغاز اللي بالمازم في وقته أكيد هنتكلم عنه أبرز مشروعات انتاج الغاز الطبيعي هي مشروع تنمية حقل زهر بالاتين واربعة من عشرة مليار قدم غاز أو قدم مقاعب غاز يومية متوسط انتاج المشروع وعندي مشروع تنمية حقول شمال سيناء بمئة مليون قدم مكاعب غاز يومي أنا بتكلم على مراكز تحويل الغاز اللي زادت بالنسبة 80 في المية يا جماعة طيب تعالى أخذلك برضو حاجة لطيفة جدا 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 يعني طبعا أتكلم على الكهرباء وعايز أتكلم على التقالة المتجددة وعايز أتكلم على كل ده يعني عايز أقول حاجات كتير قوي طيب تعالي ناخد آخر سلايد خلاصات استنى لا بلاش أه ممكن أخد وقتين طيب يعني أخد مثلا ممكن أخد 11 و 12 11 و 12 عشان التعليم مهم قوي العلم نور طيب 11 أيوة فر بسرعة يا زيمة كده نمر عشرة المنظومة الصحية المتكاملة نتكلم عليها دي مما لا شك فيه بس ممكن نخش على 11 يعني منظومة الصحية الحقيقة حدوتة حدوتة التعليم العلم نور طيب التعليم قبل الجامعي 22% زيادة عدد المدارس احنا كنا عندنا 2530 مدرسة انا بكلمك هنا على خد بالك ده كل ده سينة ومدن القناة هذا التقرير اللي بوزل فيه جهد رائع الحقيقة من مركز الإعلامي لمجلس الوزراء احنا بنتكلم على السينة ومدن القناة كانوا 2530 مدرسة بقوا 30 اقلت تلاف 94 نسبة زيادة 22.18 طيب شوف عدد الفصول زادت ولا ما زادتش زادت تقريبا 16% طيب عدد المقيدين في المدارس زادوا 40% طيب الجامعات الحكومية والخاصة اللي تم إنشاءها انا كان عندي هم 4 جامعات لحد 2014 بقوا 6 جامعات يبقى انا زادت كام سهلة دي 50% المدارس الياباني لأول مرة اعمل في السينة ومدن القناة مدارس ياباني عملت هناك 7 مدارس ما انا عندي مدن القناة 3 وعندي السينة محافظتين يبقى كده كام 5 صح؟ لا انا عملت 7 مدارس عندي مدارس تكنولوجية تطبيقية لأي المدارس الحديثة دي الجميلة اللي كلنا بنتكلم عنها 4 مدارس المدارس السنوية اللي مدت لها بقى كابلات الفايبر اوبتيكس ومش عارف ايه وحلق اليها في الضوئية والكلام اللطيف الحلو ده اللي يسرع لي استخدامات الانترنت ويسرع لي أنا وصلت لحد 138 مدارسة سنوي أنا وزعت مصر مصر وزعت 116 ألف جهاز تابلت وطلاب المرحلة السنوي أقدر أكلمك عن التعليم كتير دي إرادة يا جماعة دي إرادة احنا كنا قبل كده مش عايشين خليني نبقى وقعين وفاهمين ونقول الكلام ده بجد لازم نبقى بنواجه أيوه احنا مكناش عايشين يلا طيب صفحة 12 التنمية السياحية والثقافية اللي بتحصل في سينة احنا بنتكلم على متحف في شرم الشيخ تكلفته 812 مليون بنتكلم على تطوير الكورنيش في طور سينة 40 مليون بتكلم على أسر ثقافة شرم الشيخ 38 مليون بتكلم على أسر ثقافة العريش 35 مليون بتكلم على إنشاء مامشى أهل مصر في طور سينة 10 مليون إعادة افتتاح متحف السويس القومي بعد إغلاقه من سنة 2011 فتحته في سبتمبر 20-14 بتكلم على في أغسطس 2015 عملت إعادة افتتاح لمتحف أثار الإسماعيلية بتكلم على تطوير شامل كامل لمدينة شرم الشيخ فحولت إلى مدينة سياحية مستدامة بيئيا بقت فخر لكل مصر ابنتبهى بيه كده نشان قد كده على سدرنا قدام كل دول العالم بالمناسبة مدينة آمنة 100% تاني شرم الشيخ مدينة آمنة 100% شرم الشيخ مدينة آمنة 100% شرم الشيخ و شرم الشيخ مدينة كثيرت